أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل اللقاء الثاني لخريجي أكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية الذي نظمته قوة دفاع البحرين بكلية عيسى العسكرية الملكية وذلك بحضور اللواء الركن بول نانسون آمير أكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية وعدد من قادة الكليات العسكرية البريطانية وعدد من خريجي ضباط قوة دفاع البحرين من خريجي أكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية والقسمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي كلمة رحب فيها بقائد أكاديمية ساند هيرس العسكرية الملكية وبقادة الكليات وخريجيها مشيدا سموه بمسيرة التطور والدور البارز الذي تطلع به أكاديميت سينت هيرس العسكرية الملكية في مجال إعداد الضباط وصقلهم بالعلم والمعرفة لتواكب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف العلوم العسكرية واكد سموه أن هذا الملتقى بقدر ما يمثله كمحطة للالتقاء واستعادة الذكريات لمراحل التدريب الأساسية لخريجي هذه الأكاديمية بحضور هذه النخب من الخريجين بعد ذلك ألقى اللواء الروكنبول نانسون آمير أكاديمية سينت هيرس العسكرية الملكية وقادة الكليات كلمات بهذه المناسبة بعدها تم تبادل الهدايا التذكارية حضر الحفل عدد من أصحاب السمو وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحر